أعرفت إنه بيتشقة شوية وإنه في حين بقاعد بيرمي خودك وعليه لا هو حاول يقلد اللي جنبه آه اللي شافهم آه شاف حاجات جنب منه فا وبعدين رجل كبير وبيت صغيرة عندها عشرين سنة والتسعتاشر سنة رجل عنه برضه وتيجي تقف تحط إيديه على كتافه بتاعه وتقوله رسمة اسمك على دوافر دوافر إيه اللي رسمة علي يا رسم قطعت قطعت دوافر فلما حاجات زي كده تحصل دوافرتي له اسكندرية عن مصرع على طول أعدالك لا قلت له استوعبت إزاي وبدل ما روحت اتخنقتي لما تيه لا ما أنا لمته ليه لأنه هو ما كانش فوش في ساعتها يعني أنا روحت البيت والدتي والولاد كانوا معاه في اسكندرية وأنا كنت مهندس وشويكار هنا كنا بنعمل مصرحية اسمها لودولي طبعا لما سمعت طبعا خدت عربية وكان معايا واحد سكرتاريا في المصرح خدته معايا عشان ممشيش بالليل واحدة ورحت على البيت فماما فتحت اتخضت ايه في حاجة جرالك حاجة قلت لها انشي في حاجة قلت لها الولاد كويسين الحمد لله طب ايه جاء اللي جابت قلت لها مفيش أم الفين حسن قلت لها لسه ما بيجيش قبل الساعة ستة الصبح بيرعد في القهوة مع يونس ومع سعيد قلت لها طيب لما يرجع بقى ان شاء الله فلما رجع قال لي الله ايه اللي جابك قلت له سمعت شوات كلام ما عجبونيش كده فما بحبش اسمع من الناس حب اسمع منك قولي يا حبيبي تعالى تعالي لي احب اسمع منك بس فطبعا حكال لا مالش كان وعر يعني هو من النوع اللي ايه اللي لو كلمته بحاجة يزعق ويسقط وينطر ويعمل حاجات عشان يلهيك وانت تسكت وبتاع فقعد الكلام الفارقة تا من الناس اللي خربين البيوت دول من اللي معرفش ايه من اللي ايه قلت له بقولك ايه انا دلوقتي امراتك وعندي عيلين خلاص انا ما عنديش السعداد انه ولادي ما يبقوش مع ابوهم ومو فانا عايز اولادي انت لتسلمهم لجوازهم فحنعيش مع بعض حنعيش مع بعض عندك السعداد تكمل قول ما عندكش السعداد قول عشان انا على دوق ده هتصرف اخد امي وولادي وانزل مصر وهل سبهم لك هنا والدنيا هتمشي يا سلام يا سلام على الحكمة اولا الموضوع كله ملوش اصل اصل خالص وطبعا ماما والولاد معايا وايه كلام ده وبتاعها طوله اوكي خلاص باي 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 ومشيت ما رجعتش دا وخلصت عليك خلصت خلصت بقى ما خلصتش ايوة انا ما بتفتشيش اعتبرت المسألة خلصت مش عايزة يعني انت لو واحدة جاية تحكي لك صاحبة وقالت لك انا بشوك كيف جوزي اه 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 هتقولي لها ما تعديش تفاح حريم ما تدوريش لا يعني مش من اول غلطة ام لو انت عايز تستمر مش من اول غلطة لو انت مش عايز تستمر ومش مستريح لو حد نكاش لك على مناخيرها هتتخاني عايز تتخاني وعايز تسيبه تمشي عايز تمشي اصلا لكن لو مش عايز تمشي هتعدي اول غلطة ام وتبص عليه من بعيد الدنيا مشت خلص ننسى بقى اه الحياة السنة انا عايشة معا كم سنة هم جوزيني 46 سنة اه 46 47 سنة اه ولغاية اخر يوم انا جنبه فده عشرة عمر جنبه جنبه بتحبيه طبعا طبعا هو بيحبك طبعا يعني هو حب عمرك احنا خلاص بقينا روحين روح وحدك اه عايشين في بيت واحد احنا الاثنين تسعى وردين سنة بيقومون اه ولادنا تجوزوا وقوم نتوفت اخويا توفى فبقينا احنا الاثنين مع بعض اه بنفكر سوا بنأكل سوا بنشرب سوا بنعيش سوا فبقيت انا وهو نغمة واحدة قريب ماما اليونانيين كانوا هنا في مصر ولا كان فيه الناس اليونان لا كانت جدتي كانت هنا جدتي انما جوز خالتي وخالتي وكده كانوا في اليونان وكنت بتروحي لهم كنا بنروح في الصيف احيانا احيانا وماما كانت ساعات بتروح لوحدها من غير فكرت في تاخدي جنسية اليونانية فكرت اه بس طلع في مشكلة ان جدتي عيشة في قرية من القرى اليونان اسمها ساموس اه مش في اليونان نفسها اه فلازم الانصلية او الجوازات بتاعت ساموس هي لتطلع تطلع اسمها قبل ما تتجوز اه اسم العيلة قبل ما تتجوز ايه فده كان صعب او كان صعب وليل عيلوي برضو امها نفس الحكاية امها يونانية يونانية قصتلة زي ماما الله يرحب اه امها كانت جميلة امها كانت مزيعة اه ستة عظيمة ستة عظيمة ستة عظيمة اول اه لا يرحب ليه عم حسن كان رافض انك تشتغل في مدرسة مشالوبين في الفترة اللي كنت هتكوني مكان سهير سهير اه باب ليه رفض رفض لانه عارف ان الشلة اللي معاه شلة مش سهلين ايه يعني ولا عدل سهل ولا سعيد صالح سعيد ولا ميونس ولا يعني لو انا مثلت في المسرحية دي وفودت افه الواحد فيهم هيكلني على المسرح ايه يعني هو خاف من دي ايه قال لي ليه المجاسفة ليه انت عارفة انت لازم تحفظي افهاتهم قبل ما تحفظي الكلام المسرحية الافهات بتاعتهم الاول ايه عشان تستقبليها تفرشي فرشة عشان دي يقول تفرشي فرشة عشان دي يقول وما وزنوش الافه ولازم تعرفي كذا ولازم تقولي كذا فليه ليه عمل لي كده ليه اه انا خايف عليك اه قلت له سامير خفاجة اكلمني قال لي يا ميمي سامير خفاجة الله يرحم اه قال لي يا ميمي بقى تعالي اعملي الدور وكلها 15 يوم شوير كانت تعمل عملية في عينيها في باريس ايه كلها 15 يوم وبتاع وعديها وكده فقلت له بص يا حسن انا خطر سامير انا هعمله قال لي طيب اوكي بس واشتغلت والحمد لله ما عدتش حاجة بجد اه مبساط سعيد صالح بقى يلف بيا في المسرح كده والله العزيب برافو يقول لي برافو عدل تقيل عدل ما يقول كويس 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 عدل حتى هو صغير ده كانت كان في العشرينات كويس كويس لكن طول عمره هو يعني تقيل تقيل كل ما بتطلعش بسهولة سعيد هلاك كنت تحب تكمل المسرحية دي لا لا ما حبش اخد حاجة لا لا لو الفنانة سوهير البابلي في هذا التوقيت قالت انها حتمش هنبكلمك عن نص وعن عرض مش عن انك تكوني مكان كنت تكملت كنت حباها وحب الجماهية خلاص بقى تعودت عليهم وحافظتهم 15 يوم لكن استحالة هي جت طبعا خلاص صحبت الدور وصلت انتي من النوع من المرحلة من الجيل اللي بيحترم زمايله قوي بيحترم المهنة قوي تمام يعني عندي قوانين صارمة في حياتك تمام مش بس في الفن في الحياة عموما يعني مش من حق اي حد ياخد رزق حد او ياخد حظة حد لا حد ايش يقدر ياخد رزق حد لا في ناس بتحاول اه لكن ما بتاخدش حتى لو خدته كان بتاع بس خدته بطريقة سيئة اه وما تفلحش فيه اي لانها خدته غلط صحيح فحتى انا مع عمري ما بحاول بقى اعمل كده اه الدور ده بتاع فلان خلاص فلان اللي بيعمله اه ده بص بقى لما عملت الدور اه سعيد وعاد لهم ايو ياه شفت انا كنت رفيعة دي انت طول عملك رفيعة انت ايه اللي حصل يعني اللي جارة يا هالتارة